مرة أخرى برحب بك كابتن شبيب برحب بديوفك الكرامة كابتن حازم أمو كابتن عماد متعب الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب الوطني كابتن حسام مش هقولك هردلك نقول مبروك على نجاح هذه البطولة الكبيرة تلعب النهاردة بطل العالم وصيف العالم لعبة من نجوم كبيرة عند غيابات كبيرة مش مبرر على الهزيمة ولا حاجة لكن بقول مبروك على نجاح البطولة واصممك على اتمام هذه البطولة أولا الحمد لله على كل شيء وبقول الجمهور المصري الحاجة العظيمة اللي كانت موجودة أهم حاجة كانت النهاردة موجودة هو الجمهير اللي جات قدت نفسك قدت نفسه فرحونج يعني وقلت للعيبة يعني عايزين يستفاد من البطولة قوي لكن من الاستفادة الأكبر ان احنا نرجع جمهيرنا تاني بعد الفترات اللي فاتت كانت فيه الناس مكان شراطيها شوية كان إخفاقات وزي ما انا قلت انا وفقت على البطولة دي للاستفادة الفنية اللي هي دي اعتبر دي أهم استعداد لشهر ستة للموركينا وغينيا لان غير كده احنا ما كناش هنبقى فيه استعداد ولا كنا نشوف الإجابيات ولا نشوف السلبيات وارد جدا يعني لو عملنا نسبة الفوز أكيد طبعا اللي كانت في صالح كرواتيا قبل المباراة لكن احنا كنا عايزين نعمل المفاجأة وحاولنا ويمكن بعد يكون الأولاني لما جبناه كان ممكن فيه كرة تانية في القائم كانت ممكن تيجي يعني تبقى تدينا شوية معناوية الأعلى لكن بطبيعة الحال انت بتلعب لعيبة متمرسة جدا عندهم خبرات كبيرة جدا مش اقول كمان ان هو وصيف العالم وطبع طرع يعني يعني انا شايف اني انا استفدت كتير لكن انا محبش الهزيمة واهم حاجة في اليوم النهاردة انا بشكر جمهور الشعب المصر الجميل العظيم اللي انا قلت اللعيبة نفسين ان نفرحهم لكن الاستفادة استفادة كبيرة جدا 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 ولو انا ما وفيتش على الاشتراك في البطولة في منتخبات قوية زي كرواتيا وونزولندا وتونس اعتقد ان احنا كنا ما كنا شانع يعني كنا في لعيبة تبقى في حالة يعني تبقى الموضوع غامض ان انت لما تستعد للماتشين اللي جايين في شهر 6 دلوقتي حاجات كتير انا طلعت بيها حاجات ايجابية جدا وحاجات سلبيات ولازم نعرف ان احنا في لعيبة مهمة جدا كانت نقصة النهاردة على قصوم زيزو وامام عشور سبب تحته والشناوي محمد محمد الشناوي اعتقد اني وطبعا الناس اللي هي كانت المفروض اني يبقى متواجدين بعيدا عن اصابات وبعيدا عن اي حاجة تاني اعتقد اني وجود المجموعة دي كان هيفرقوا كتير في التجمع ان شاء الله يكون اسلام امام عشور يرجع وزيزو يرجع والناس دي والشناوي ويرجع ورمضان الصبح يكون متواجد كل الناس دي اعتقد اني احنا يعني فيه اربع خمس لعيبة اساسيين من ال 11 كانوا اليهم دور كبير ولكن احنا اطمئنا وعلى فكرة انا عملت التغييرات بغض النظر عن اني احنا نعود او ما نعودش كان لازم اشوف المجموعة عاطف والشامي وشريف وكوكة وشايف وكوكة ده من اصغر اللعبة اللي موجودة وحتى مصطفى شبير كان ممكن في وقت من الاواد ده مستقبل عشان يتعلم في الفترات اللي جاية ان شاء الله يكون موجود لكن الاربعة تجوان كانوا بيتمرانوا كويس قوي كان اي حد ممكن يلعب ووجود كمان محمد الشناوي في الفترة اللي جاية هيفرق كتير لكن انا طلعت بحاجات كتير كل اللي مزعاني بس يعني الجمهور الجمهور بس كنت نفسي هم عشمالين قوي والملعب العظيم دون مع جمهور اعظم كنت نفسي في الرحم لكن انا راضي راضي على التجربة ولازم الناس تحط في دماغها لو انا موفيتش على البطولة اشتراك في البطولة كان المضوع الاستعداد كان يبقى في خبق يعني محدش هيعرف اللي جاي يعني كنا نلعب المطشين بتاع بوركينا وغينيا في ظروف غمضة يعني مش فاهمين لسه ولا مين كويس ولا مين طوالع ولا مين بديل ولا بل اصابات اللي حصلت مين يشتغل معاهم وبدالهم اللي انا الاسعاب اللي انا والتاهم اخينا ركبت المزا قال كابتن حسام حسن اللي لعبته بعد هزي المبرو بقول لهم من اللي احنا اتعلمنا زي اللي اقولت لهم لك بالزبط الاستعدادات دي او البطولة دي استعداد كويس للمشار الستة ان شاء الله وهدفنا هو الوصول لكاس عالم ان شاء الله عن طريق المطشين المهمين اللي جايين اقولت لهم ده الاهم المطشين بتاع بوركينا وغينيا اعتقد دولة الاهم ان شاء الله في الفترة اللي جاية واللي احنا استفدناه حاجة يعني اعتبر كنز كبير جدا من نحة الفنية والمعنوية الجمهور اللي جاي ده والشغل الفني والتاكتك اللي احنا حاولنا نشتغل فيه في حوالي عشر تيام بكتير لان اول تجمع واول تمرينة يعني تجمعنا 13 اللعيبة المحترفين الدخلين في مصر تجمعنا 13 بدأنا تمرين 14 اللعيبة المحترفين يوم 18 بدأوا معنا يوم 19 بتمرين خفيف لانهم جايين من صفر فكل اللي احنا بنعمله دا ونحاول نعيد الحالة المعنوية والفنية والشغل بتاع الجهاز جديد مع اللعيبة بنشغل معهم لأول مرة مع اصابات زي ما قلت الاستفادة كبيرة جدا يعني احنا يعني انا متطمن وان شاء الله اللعيبة اللي روحها ان هم كانوا طلعين زعلانيا من البطولة الدولية دولية لكن دي دي مؤشر ايجابي ان هم عاوضوا ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله لكن كرواتيا متخب قوي لكن كان من وجهة نظري انا يعني دايما وامدا ان انا مهما كان كوة الفريل قدامي انا كنت نفس اكسب وكنت نفس افرح بجمهور المصري لكن الحمد لله احنا لعبنا المبارفة الفاينال مع كرواتيا وكسبنا منتخب محترم نيوزيلاندا والنهاردة ممكن انا عرفت تونس كسبت بضربات الجزاء البطولة كهوية جدا اربع منتخبات على مستوى عالي شكرا انت كان لقانا مع الكابتن حسام حسان المدير الفني منتخبنا الوطني عدري الكابتن شبير